نروح لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء بيقدم خدمة جديدة وبيعلن عن رقمي على الواتساب لتلاقي الشكاوة الخاصة بالقمامة ده اللي صرح بي وكلف بي أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى كل المحافظات ورفع تقارير دورية سريعة بمدى الاستجابة لتلك الشكاوة موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة يعني إيه اللي حصل بعد الإبلاغ في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة تنفيذ لتكلفات سيادته بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة واستقبال الشكاوة المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها نظومة الشكاوة الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء هتقوم باستقبال الشكاوة كلها شكاوة المواطنين كلها بشأن تجمعات وأقوام القمامة وتم تخصيص خطين علشان يتلقوا عليه الشكاوي عن طريق الواتساب لخطين دول هم 0153516528 زي ما هم قدامنا كده على الشاشة الرقم الثاني 015352534 هم الأرقام هم قدام حضراتكم على الشاشة الأرقام دي بيشتغلوا على استقبال رسائل وشكاوة أستاذ المواطنين ومشاركتكم المدعومة طبعا بالصور لأماكن المشاكل أماكن لو فيه ناس بترمي زبالة والزبالة دي ما بيتمش رفعها عن طريق الحي يريد تصوروها وتبعتوها على الرقمين اللي قدامكم دول فيه أي مشكلة خاصة بالمشاكل البيئية أو مشاكل القمامة يريد تبعتو على الرقمين اللي قدام حضراتكم على الشاشة وفيه كمان خط ساخن لمجلس الوزر الستاشر خمسة تمانية وعشرين وطبعا هيكون أكيد فيه سرعة استجابة منها مشاهدين